بعد النصر الكبير الذي فتحه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أكثر من مائة ألف من المسلمين للحج وعند جبل عرفات ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الخالدة التي تعد دستورا للدولة الإسلامية الجديدة مناديا بالمساواة بين البشر مبينا قواعد الإسلام وكانت هذه الخطبة بمثابة تثبيت للصحابة رضي الله عنهم والمسلمين وكانت بمثابة نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الودع حيث أصابته الحمى ومنعته من الخروج حتى للصلاة في المسجد فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي في الناس كان ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة وستين عاما قضى منها ثلاثة وعشرين عاما في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام لقد حزن المسلمون حزنا شديدا على فقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم وعظمت بهم المصيبة وأصابهم الذهول ولم يصدق بعض المسلمين خبر الوفاء واضطربت الناس أسرع أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وخطب في المسلمين قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ترجمة نانسي قنقر